على طول بنسمع عن نوع من الاكتئاب يعني هو اكتئاب ما بعد الولادة postpartum depression ده بيكون له اسباب كتير الاول ما كانوش بيفتكرون ان هو حاجة مرضية بحق وحقيقي وبيفتكرون ان الامهات بتتدلع لكن طلع اكتئاب بجد ويعني الام كده بيجي لها الاكتئاب ده بعد فترة قصيرة جدا من الولادة هل يا طارى ممكن برضو يكون الاكتئاب ده بسبب ان الام تبص على نفسها تلاقي تقول انا مش انا انا بعد الولادة انا مش انا جسمها ما بقاش هو هو يمكن اكتسبت وزن كتير زيادة الناس اللي حوليها على طول تقول لها لا اتغذي كويس كلي كويس انت وقت الحمل مثلا بتاكلي لتنين بعد الولادة يقولولها كل ده عشان انت بتردعي واول ما بتشوف شكل جسمها اللي تغير ممكن يكون ده عنصر من العناصر اللي بتعمل لها اكتئاب وما بتبقاش عارفة تعمل ايه يعني ما هو بتردع ولسه والدة مش قادرة تفرح حتى بالمولود الجديد بسبب شكلها طيب هتحل المشكلة دي ازاي وهترجع تاني لشكلها الطبيعي ازاي ونرجع ازاي كل ام لحياتها الطبيعية ده سؤال بنترحه النهاردة وتقول لنا بإذن الله الإجابة عليه ده فتنة اللي منورانا دكتور هيبة حسام اخصائية التغذية العلاجية ازاي كي دكتور هيبة؟ ازاي كي حامل ايه؟ تمام الحمد لله بصي الناس كتير قوي كلمت على البوست بارتن دي براشن وقالوا عنه اسباب كتير تعالي نمسك الجزء الخاص بالشكل اكيد ده بيضايق الستات ايه رأيك؟ طبعا اول ما بتفوق من نهوجة الحمل والرضاعة بتبدأ تكارن صورها بحط كده الصورتين قدام بعض او تواف قدام المراية وتمسك صور الخطوبة وصور الجواز ويجي بقى هنا اللي هو أنا خلاص جسني مش هيرجع زي الاول انا بطني دلدلت انا بطني حصل لها ترهولات طب وخصوصا بقى لو والده سيزيريان يعني اللي هو كيساري فاللواء بيبقى صعب طبعا بعد الجرح ان هي تربط بطنها او عضلات بطنها ترجع تاني لان الواجع سيزيريان بعد مش قابل بالضبط اللي هو فأنا خلاص جسمي باز فنبدأ ندخل اصلا في اكتئاب اكتر من الاكتئاب نتيجة الهرمونات واللغبطة والحملة والرضاعة ونبدأ زي ما انت قلت اشربي مغات اشربي حلبة بعسل بسامنة اشربي مش عالي انت بتردعي دلوقتي انت كنت بتاكلي لاثنين ده كله فطبعا انا مش عاوزة اقولك عشان ما اصدمش الناس في الحمل والرضاعة هي بتزيد قد ايه بينزل منهم قد ايه بعد ما بتخلف او بعد ما بتخلص رضاعة 6 كيلو من اصل كام؟ من اصل 12-13-20 ده انت ده بالتفاقل ده الدكاترة يقولولك من 9-15 ده الطبيعي اه بذب في الحمل ما بتنزليش حاجة منهم تحسب قوي يعني بتفجي ان كنتي لسه عليك دور كبير في انزال الوزن ده والرضاعة كمان والرضاعة فكل الامهات تبدأ يحصل بقى الاكتئاب انا خلاص جسمي مش هيرجع طبيعي تاني فنبدأ بقى نستقبلهم كده واحدة واحدة نعالج نفسيا نعالج الاكتئاب وبعد كده نبدأ نقولهم لأ فيه منتج طبيعي فيه عوامل خارجية ممكن ناخدها ممكن تبقى امنة بالزبط امنة وما فيهاش اي مشاكل خالص فناخدها وهنرجع جسمنا طبيعي تاني فبنبدأ نشتغل على البوينت دي مع اي ست خلاصة الحمل والرضاعة والفكرة بتاعتها صحيح طبعا احنا واحنا منتكلم على منتج امن اول حاجة لازم نتأكد منها ايه تصريح وزارة الصحة بقى خلاص خلاص تصريح وزارة الصحة اللي هنشوفه على الشاشة دلوقتي عشان احنا دايما بنقول محدش ياخد حتى مكملات غذائية مش مصرح بيها من وزارة الصحة طيب المكملات الغذائية دي دكتور هي بقى حتفيد في ايه او يعني وظفتها ايه مع الام الجديدة او حتزق الزقة الاولانية ازاي لفقدان الوزن حلو اول حاجة البرودكس بتاعنا او الكورس اللي معايا النهاردة هو مكون من عشر اعشاب والياف طبعية وزي ما احنا قلنا هو مصرح من وزارة الصحة العشر اعشاب دول بيعملوا ايه بيعملوا اكتر من 30 او 35 وظيفة في الجسم طب ايه هي منهم زيادة معدل الحرق جدا استدت لما بتخلص حمل ورضاعة بتفضل قاعدة هي ما بتقدرش تقوم تتحرك لان ما ببقاش فيه الطاقة والمجهود هي بتبقى يعيني خلصت كل طاقتها من الحمل والرضاعة هي ما بتنامشوا اصلا كمان ما بتنامش بالزبط وقلت النوم طبعا بيأثر جدا في معدل الحرق ونسبة تغزين الدهون والاكتئاب فيحصل سمنة موضعية اكتر من اللي موجودة نتيجة التراهلات فبنزود معدل حرق الجسم بنسد الشهية بحيث ان احنا هناكل اكل مفيد بس هناكل كمية صغيرة يعني هناكل احتياج جسمك مش الاحتياج اللي محتاج يتخزين يعمل دهون بيأثر على الهرمونات بتاعت الجسم بيزبط الهرمونات وبيزبط الحالة المزاجية ودي اهم حاجة بيمنع بقى حدوث الاكتئاب وبينشط الحركة بتاعت الامعاء والبطن وبيزبط عملية التمثيل الغذائي كل ده الكورس بتاعنا بيعمله اكتر كمان طبعا مضادات الاكسادة عشان معظم اللي بيبقوا بعد الحمل والرضاعة بيحصل لهم تساقط شعر رهي طبعا يقول كل الشعر الحلو وقت الحمل كله بيقع بيقع في الرضاعة بالضبط وعشان كده رأيت ان يبقى فيه مضادات اكسادة كتير قوي في الكورس عشان يحافظ على البشرة وعلى الشعر وعشان ما تبصش لوشها في المراية تحسن لوشها ده بلان محتاجة حاجة وفي نفس الوقت كمان حطيت مالتي فيتامين اللي هو فيتامين دي ده مهمة قوي بقى بالضبط وعملت كمان عرض برضو للستات كلها اللي لسه مخلصة حاملة ورضاعة عرض عناية بالبشرة وده هنقوله برضو مع العروض بتاعتنا فرأيت في الكورس او في البوكس بتاعنا النهاردة ان اي ستة حامل او خلصت رضاعة وعاوزة تشوف شكل جسمها شبه سور الخطوبة وقبل الجواز هتعرف توصل لده واهم حاجة من غير ترهولات من غير سلوليت معنى كده ان احنا هنعرف نشيل البطن بتاعت الحاملة او الولادة السيزيريان اوه طبعا سهل انها تتشاهل طيب ما تدخللنا بقى في العروض نفتح نفس الستات اللي بتسمعنا اللي هم يمكن يكونوا مستصعبين الموضوع ومستبعدين ان هم يرجعوا لشكلهم مرة تانية طبيعي فقوللنا كده العروض نفتح نفسهم وندخل على كل المكونات نقول بتعمل ايه خلاص اتفعنا احنا مبدئيا طرق التواصل عن طريق الارقام اللي زهرة قدامنا على الشاشة او عن طريق صفحتنا وان دايت ودايت لايف احنا معينا ثلاث عروض اول عرض عرض الشهر دا عليه خصم 40% وده مكون من كابسولات الاناسيليم ومعيه كريم شد البشرة وفيتامين ديه ديه وتاني عرض معينا دا عرض الشهرين دا عليه خصم 50% مكون من الكابسولات الاناسيليم والماجيك بوكس ومعيهم كريم شد التراهلات وفيتامين ديه ديه وتالت عرض معينا دا عرض الثلاث شهور دا عليه خصم 70% مكون من الثلاث كابسولات الاناسيليم والماجيك بوكس والفينيل وعليهم بقى حصري مع حضرتك النهاردة عرض العناية بالبشرة سكراب لتأشير البشرة وصابونة لتفتيح وتأشير البشرة ده شيء رائع طيب عايزين بقى نروح ونشوف كل مكون من اللي في الكورس وظيفته ايه يعني حقا نبدأ نقول حاجة الأم دلوقتي هي نفسها مفتوحة هي بتردع واللي حواليها بيقولولها افضلي كولي 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 قد ما تقدري خلاص هي مش عايزة كده بس بمرور الوقت بعد فترة الرضاعة خلاص هي بتاكل كتير فتعودت لمدة سنة سنة ونص بتاكل المعدة كبيرة المعدة كبيرة فازاي تعملي التحويلة دي بقى حلو قوي المعدة كبرت فعلا نتيجة الأكل في الحمل وكولي انتي بتاكل الاثنين والرضاعة وده كله طيب المعدة كبرت انا صغرها ازاي هصغرها بكشور ستليم ودي اللي هي مكونة اول كابسولة معي اللي هي الانستليم تمام طيب الكابسولة دي هتدخل تعمل ايه هاشربها على كبايتين مية هتدخل تنفش كده في المعدة فتملالي حيز المعدة تملالي تقريبا ثلاثة اربع المعدة وهتسيب لي ربع بس فوضي الربع ده هقدركم فيه كل حاجة انا عاوزيها بس ربع مش المعدة كاملة فبالتالي فحسب الشبع على طول بالضبط هعرف اصغر حجم المعدة اللي بازت بقى في سنتين في السنة بتاعت الحمل والسنة بتاعت الرضاعة او وتقبر عنا قد اين للرضاعة فدي اول كابسولة نجي بس التاني كابسولة ودي اهم واحدة واللي هتنسف السنة الموضعية اوكي التاني كابسولة الماجيك بوكس او اللي هي الجراسينيا كامبوجيا وكمان فيه الكروميوم مع كشور ستيليم دول بيعملوا ايه؟ بينحتوا لي شكل الجسم اماكن السنة الموضعية اللي طلعت سواء في البطن في الدراعات في الجناب او التراهلات اللي موجودة وكمان مش بس بيفتتوا السنة الموضعية او بيفتتوا الدهون المعقدة هما بيضعفوا الخلايا الدهنية اللي موجودة في الاماكن دي عشان ما تكونش دهون تاني يبقى انا كده بمنع باخد من المخزون بقى بالزبط انا باخد من المخزون وبمنع ان فيه حاجة تتكون جديد وكمان كريم شد التراهلات اللي فيها الرونك أسد وشيا باتر بيساعدني على اني عارفة البطن بقى بعد الحمل والتراهلات والفتح والحاجات دي كلها مجرد ما بدهن الكريم على المنطقة دي او شد الجلد بتحسن الاستيسي جدا والكولوجين بتاعة الجلد فبالتالي بتخلي الجلد مجدود مشتري بتمنع حدوث التراهلات بتمنع حدوث السلوليت والنغز اللي بتدايق كل ست ممكن تكون عندها في الارداف في الجناب في البطن في الرجل كمان لان بقى يجيلي بقى حالات كتير يقولي انا عندي النغز السلوليت دي في الرجل زي اشر البرتقان كده طيب دكتور هيبة انت دايما بتقولي لنا يعني بنبدأ نتكلم عن مشكلة بس مش هي دي المشكلة الوحيدة اللي بيعالجها الكورس يعني فيه اكتر من خمس مشاكل الكورس ده بيعالج او بيساعد اللي عندهم مشاكل ان هما يحلوها خاصة بزيادة الوزن بتبدييني كده فكرة عن الكورس ممكن يعملوا حلو هما خمس اشخاص ممكن يكون الكورس موجه ليهم او هما محتاجينه اول حاجة الراجل او استيت اللي دايما بيعاني من خشونة المفاصل او خشونة الرجبة او عارفة صوت التقطاة اللي بييجي ده مع طلوع استلم ومع الصلاة او في بداية فصل الشتاء بما اننا بقى فصل الشتاء ده لازم ياخد الكورس اولا عشان كل كيلو فوق باربعة كيلو على الرجبة فبيأثر جدا طبعا واحنا عظمنا ضعيف مش يعني مش عاوز الوزن ده كله مش مؤهل للأوزان الكبيرة دي بالزبط بلس ان مضادات الاكسادة اللي موجودة في الكورس بتعالج كتير قوي الالتهابات اللي موجودة في المفاصل وغيرها فالكورس موجه لاي شخص بيقول لي كلمة انا رقبي مش شايلاني بالزبط كده طيب تاني شخص اي بنوتة دخلة تتجوز جديد وعارفين ان احنا هندخن او عارفين ان الهرمونات هتأثر او ان احنا هنجهز للحملة او حاجة زي كده لازم ناخد الكورس الاول حتى لو يلحق نفسك اللي هو الكورس اللي بيقلل 5-6 كيلو في الوزن يعني تدخلي وانتي وزنك اقل شوية بالزبط عشان لما تخن تبقى طبيعية ايوة ابقى وزني طبيعي ما يجليش اللكتاب بلاس بقى ان اي بنوتة عندها مشاكل في تكيص المبايد عندها تأخر الدورة الشهرية نتيجة مرض السمنة لازم تلحق تاخد الكورس عشان لما تتجوز وتبقى مخططة انها هتحمل اول الجواز تلاقيش مشاكل ما تلاقيش مشاكل في الخصول ما عودش لسه اروح لدكتور نسا واعد ادور واعد بعد الجواز اقول لا انا لازم اخصى قد كده وابدأ ادخل برضو في اكتئاب انتي عارفة طبعا كلنا اللي هو ها ما فيش حاجة جاية في استيكا ها مش عارف اين فكله بيبدأ يتدايق طبعا انا اعالج السمنة الاول قبل ما اتجوز او قبل مرحلة من المراحل دي عشان ما يحصل ليش اكتئاب ما يحصل ليش مشاكل ابدأ بريفينت الجسم من السمنة تمام اي حد بيحاسس النسوت نفسه وهو نايم بالليل عالي في مشكلة كده في الاوعية الدموية في مشكلة في التنفس في مشكلة ان الدهون ضغط على حجاب الحاجز والرقة فيش مكان للأكسوجين للنفس يطلع وينزع انا مش قادر اتنفس بلست كمان اي حد مش قادر يعمل كنترول على شهيته في ناس الاكل بالنسبة لها هي عايش عشان بتاكل مش بتاكل عشان تعيش فعارفة انتي الناس دي لا وبالنسبة لها كمان واحنا كلنا في وقت من القوات احنا هنقابل بعض عشان نتغدى هنقابل بعض عشان نخرج نتعشر في مطعم جديد فتح فتعالوا مجرابوا برضو عامل الكورس للناس دي وانتي بتفرجي علماتش مبارح انا ما كلتش حاجة بصراحة كلت فشار فشار انتي عادة في السينما بس هلسي يعني طيب ماشا خلص اكسي فشار ماشا وبعديني على عشان اقول لك ايه فيه إلحق نفسك على طول خمسة ستة كيلو هاخده على طول طيب خليلي برضو اقول الكورس بيعمل ايه هو برضو بيعمل خمس حاجات للخمس اشخاص اللي انا قلتهم بيزود معدل حرق الجسم بيقلل الشهية بيعمل لي كنترول على نهم السكريات للناس اللي دخلها في مقاومة انسولين بيزود معدل حرق الجسم جدا وخصوصا للناس اللي عندها مرض الغضة الدراكية او الهاش يموتوا او اي مرض ممكن يأسطر على الحرق الجسم بالضبط كده بينحط لي شكل الجسم انا بنحت وبشيب وهنشوف في ستور والريديوهات ازاي الجسم بيتحول من كتلة دهنية كاملة لان هو بيبدأ يظهر سواء ملامح الجسم بتاعة الراجل يظهر له العضلات ونشيل من عليها طبعة الدهون او الملامح الانسوية ايوه عضلاته مقسمة ايوه والبناء دلوقتي على فكرة كمان بيبقوا همامهم قوي ان يبقى اديهم متقسمة رجليهم بيبقاش فيه الفلوبي سكن ده بالضبط وهو ده فعلا اللي بيعمله الكورس هو ده من فوايد الكورس انه هو بيبدأ ينحتلي شكل الجسم بتاعي فبالتالي انا ببقى حاسة ان شكلي كويس وما فيش سلوليت وما فيش تراهوليت فتمام اوكي نشوف دلوقتي بقى نمازج اللي احنا بنقوله الصور قبل وبعد والناس خاصة قد ايه يعني اللي قدامنا في الصورة ده كان 88 واصبح 70 كيلو يعني خسر 18 كيلو في شهرين 18 كيلو على 2 يبقى يساوي 9 كيلو في الشهر 9 كيلو في الشهر بس شوفي فرق قد ايه يعني لا ده التسدي العضلة بتاعت زي ما انت لسه قيلة العضلة كانت مضغطية دهون العضلة بدهون بزبط وبدأت تظهر وعشان يعمل كده في الجيم هو محتاج يروح يلعب كارديو ساعة مثلا كل يوم ولا 3-4 ايام يعني محتاج مجهود عضلي كبير عشان يدوب الدهون وتبدأ العضلات تظهر كده زي ما احنا شايف طب نشوف السورة اللي بعد كده اهو النهار ده على فكرة اشتعرفوا بس ان احنا في 6 الستات بنهتم بالرجالة كمان يعني ده بطن الدب لسا كنت هقولك ده بطن انت اللي علمتيني المصطلح والله انا عمري ما كنت اسمعت المصطلح ده قبل كده بس طلع ما كنتش عارفاها سدايا عملت جوجل ولقيت ان فعلا ان البطن دي اسمها يعني بتسمى بالمسمة ده لانها طالعة من عند فم المعدة تيجي من هنا كده من تحت السدر على طول ودايما ما يصاحبها تثدي بالزبط ليه كده يعني دي 29 كيلو في 3 شهور ده اختفت تماما اختفت وكان هينفع يلبس البدلة والشميس كده ولا الكرافات هتنزل ستريت كده بالزبط كان هينفع فيه قبة كده كبيرة بالزبط كان الكرافات هيبقى شكلها غريب طبعا يعني هنيا لهم اللي بيخصوا كل الأوزان دي طب نشوف الصورة البعد كده برضو اهي ست وعلى فكرة ده الشكل اختلف تماما تماما 87 ل 66 21 كيلو في شهرين الوقفة نفسها يا هيبا شفتي اه ايه ده السكة بالنفس بانت يعني هنا هي وقفة بصي البادي لانجوج برضو عشان الناس تبقى فهمة هنا وقفة عاملة كده تانية درعتها وتانية وقفة مدرية جسمها هي لسه لبسة واسقة زي ما هي ولبسة غوالية زي ما هي لا لا ثانية واحدة ده في وسط الفستان ده في وسط بان الوسط بان وسطها وبان تقسيمة الجسم الانسوي وهي وقفة فردة درعتها بعد ما كانت خجلانة من شكل جسمها والسمنة وانها مليانة هي وقفة البادي لانجوج بتاعها مفروض عرضالاتها مفروضة بالزبط طبعا بيفرد معانا تليفون كمان يا باب معانا آيتن يا آيتن مساء الخير عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك؟ تمام الحمد لله الحمد لله معانا دكتور هيبة حسام لو عايزة تسألي أو عايزة تقول لنا نتيجة الأول انت عايزة تخسي ولا بالفعل خسيتي؟ لا أنا بالفعل خسيت أنا فعلا أخدت كرسل أنا سليم وخسيت عشر عشرة كيلو في ثلاث أسابيع بالزبط ووحيات ربنا والله يصدق من غير حلفين عاشرة كيلو في ثلاث أسابيع عملتيها ازاي؟ أنا ماشي على نظام غزائي ومعايا الدكتور بتاعي دكتور دعاء والحمد لله يا رب الحمد لله أنا أخدته من يوم رأس سنة وبعد كده وقفته أسبوع عشان حفل ظروف كده وقفته وبعد كده رجعت كملت المدة لحد الآن رفت مبرحة وزانت نفسي كنت مية وخمستاشر كيلو ونص حاليا أنا مية وخمسة بالضبط والنص قبل المية وخمسة برافو عليك يا عايتن طب هي بح تسألك شوية أسئلة فضال يا دكتور يا عايتن قولي لي مبدأين تخدتي كرسي إيه؟ أنا أخدت كرسي الثلاث شهور حلو خدت كرسي الثلاث شهور مع دكتور دعاء وهي بصراحة كلمتني وقالت ليس تعمله إزاي وأخده إزاي وأنا حاليا أنا ماشي على يعني نظام غزائي اللي هو الشهية خلاص بالليل من بعد الساعة تبطلت القتل نهائي أيوة أنا قلت لسا هسألك بقى على الشهية وهسألك سؤال كمان أولا تحية لدكتور دعاء وتاني حاجة أنت دلوقتي حسة أنت قلت نزلت كم كيلو؟ هي قلت نزلت كم كيلو؟ عشر كيلو في تلات أسابيع العشر كيلو دول هي حلوة ليه بقى هقولك؟ هي بتاخد نظام غزائي بس عايز أسألك بقى قدام الناس كلها أنت النزام الغزائي بتاعك هل هو حرمينك من كل حاجة ولا برضو بتكليه؟ لا 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 خالص والله أنا باخد كل حاجة وبأكل كل حاجة بس أنا فعلا في فترة الصبح جي أنا باخد الكابسولة بشرب وراها كوب بيتب ماء أكبار ما بقدرشي أفتر خالص يعني أنا لو كلت نص رغيف بقول أنا أفترت طيب حلوة وقت الزه في الغدى بتاعتي بتبقى الساعة 5 أنا لو كملت الرغيف أنا بسيب منه حاليا ما بقدرشه واخده بس آيتن معلش بعاطعك بس يعني معنى كده أنك أنت مش ماشي على نزام غزائي ستريكت قوي يعني بتاكل عيش بتاكل خضار بتاكل فاكهة وكده كل حاجة كل حاجة أنا بسيب كل حاجة تاكل أيا في سؤال تاني بقى يا آيتن والسكريات بس أنا قللت السكريات بتاعتي بس شوية يعني كنت باشرب مشروبات كتير بسكريات كتير قللتها بس شوية قللنايها برافو عليك في سؤال تاني بقى العشرة كيلو دول يا آيتن حسيت ان هم أسروا معاكي في بشرتك في شعرك حتى قالني في الشكل لا بس هم مأسرش عليا هم بصراحة فرقوا معايا ان كنت باشتكي من رجلي كانت رجلي كانت محتاجة أن أنا عمتها عملية كانت بتورم باستمرار وكان عندي مشكلة في ظهري اللهم لك الحمد من بعد العشرة كيلو دول أنا مصممة أن أنا كاملة لا احنا أكيد هنكمل احنا مش هنسيبك غير لما نكمل انتي فهمنا غير احنا لازم نوصل للوزن المثالي بتاعنا لا عزينك يا آيتن تجي لنا يوم ايه رأيك هشوف بس جزء الأول ولو كده هرين على حظوتك وهول طيب خلاص شكرك شكرا جزيلا يا آيتن شكرا جزيلا ده نموذج من الستات اللي حسوا بفرق رهيب بعد ما فقدوا 10 كيلو إذا كانت بتقول كده بعد 10 كيلو يعني هتقول ايه لما تنزل مثلا 20 25 كيلو لما ننزل الـ 90 والـ 80 وننزل الوزن المثالي اللي يناسب معاها معطلها وهي واحدة واخد نظام رزاقي عادي ايه نعم مش كل الناس بتطلب نظام رزاقي فيه ناس بتبقى عندها عقدة الضايت أو عقدة النظام الرزاقي مهم من كتر التجارب طيب بالمناسبة دي وقبل ما تعدلنا على الكورسات التاني ايه اللي اقدر اقوله الفرق ما بين ان انا اخد كورس الأناسيليم المعانا النهاردة وان انا افتح السوشيال ميديا ولاقي كورس مدمر الدهون ومحطم الكروش والحاجات دي اللي هيخسست 30 كيلو في شهر بالظبط ايه فرق يعود يقولك انا هتخي انسف الكرش في 30 يوم واش هيحصل طبعا لا باللوجك كده بالعقل تمام انا اولا معايا حاجة منتج آمن وطبيعي وصحي مصرح من وزارة الصحة ده اول فرق تماما الكورسات مجهولة المصدر او اللي هي تحت بير السلم انا معرفش هي معمولة فين ده مبدئيا ده تصريحة هو قدامنا تاني للي ما شافش من اول الفقرة اوكي طيب تاني مقارنة انا الكورسات بتاعتي اعشاب والياف طبعية وكذبة عليها هي مكوناتها ايه ومع حضرتك بقول ايه المكونات وفي كل مرة بطلع فيها بصر ان انا اقول مكونات الكورس ايه عشان الناس تبدأ تدور عليه حلو طيب الكورس التاني علبة مجهولة المصدر انا معرفش هي ايه طيب الكورس بتاعي بيسيب طبيعة الجسم تشتغل برحتها يعني فيه ناس بتخس 5 كيلو فيه ناس بتخس 6 كيلو فيه ناس 10 على حسب طبيعة الجسم انا بشتغل على المعدة انا باملى المعدة فالمعدة بتدي اشارة للمخ انا خلاص شبعت مش هقدر اكل اكتر من كده بس ببقى كلت واجبتي الاساسية يعني بحس احساس الجوع ودي اهم حاجة لان في الكورسات مجهولة المصدر انا ما بجوعش انا بيبقى معمول بلوكينج للمراكز الاشباع في المخ انا شبعانة طول النهار سوري بقى وفيه حاجة كمان بدم شبعانة طول اليوم وده مش شبع حقيقي صدع ضربات قلب سريعة حلات صودة تسفق شعر اكتئاب ضغط يبيوط قوي يبيعلى قوي على حسب الشخص وبطل من هنا ارجع ادخن تاني من هنا لان انا لغيت الحاجة اللي بتبعت للمخ تقوله انا خلاص الجسم شبعان فده اكبر فرق وطبعا لغبطة الهرمونات من ثالث ولا رابع كابسولة وكنت قلت مع حضرتك قبل كده ان انا جالي بنوتا حصل لها نزيف من رابع يوم خدت فيه كورس مجهول المصدر والدكتور قال لها لا ما ينفعش فده فرق بسيط فانا كشخص عائل قاعد بسكرول على السورشين ميديا اخد حاجة معايا التصريح بتاعها من وزارة الصحة ومسجلة وامنة وطبعية ولا اخد حاجة انا معرفش لا طبعا لازم اخد حاجة نواثقة فيها طيب تقول لنا الوفرز وانهي كورس يناسب مين عايزي خس قد ايه حالو احنا اول عرض معنا اللي هو عرض الشهر ده عليه خصمة 40% وده للناس اللي عاوزة تلحق نفسها تلحق نفسك اللي هو من 5-6-10 كيلو مثلا في الشهر ومعايه كريم شد البشرة وفايتامين دي هدية وتاني عرض معنا ده عرض الشهرين ده عليه خصمة 50% يعني تقريبا انا بشتري كورس وعليه كورس هدية او بشتري الكورس بنصف ثمنه طبعا وده مكون من كابسولات الاناستيليام والماجيك بوكس ومعايهم كريم شد التراهولات وفايتامين دي هدية وده للناس اللي عاوزة تنزل مثلا 15-20 كيلو او انا دايما بقول للناس اللي وزنها من 70-90 عرض الشهرين على طول نيجي بقى للعرض التالت بتاعنا اللي هو عرض لتلات شهور ده عليه خصمة 70% ومكون من التلات كابسولات الاناستيليام والماجيك بوكس والبنيل وده للناس اللي معدية لتسعين او اللي معدية لمية او اللي عاوزة تنزل 30-40 كيلو مثلا في التلات اربع شهور وده عليه حصري برضو وعرض العناية بالبشرة سكروب لتأشير وتفتيح البشرة وصابونة البابايا والكوركم لإزالة الهالات السودة وتفتيح البشرة طيب دلوقتي مين مين معنا طيب معلش كان معنا تريفون وقطع ايه رأيك ناخد الريفيوهات الاول قبل مسألك على تثبيت الوزن لان دي تبقى مشكلة مهمة قوي عند اللي بيخس اول ريفيو صباح الفل والياسمين يا دكتور نادا كان وزني 115 كده انا خسيت 20 كيلو في شهرين واسبوع بشكرك على المجهود ده تاني ريفيو دكتور عاملة ايه بجد شكرا قوي على اهتمامك وعلى مجهودك معي انا خسيت في اسبوعين 10 كيلو يا المكالمة معايت ان كانت 10 كيلو في 3 اسابيع ده اللي أنا بكلمك الاسبوعين انه طبيعة الجسم هي اللي بتنزل مش بنزل حاجة اكيروت ما بين حد والتاني انا ابتديت ااخد الكورس من 11 يوم بالزبط خسيت فيهم ادي 5 كيلو وحقيقي مش مصدقة نفسي من الرقم الكبير اللي نزلته في وقت قليل واول مرة اصدق اي اعلان يخص التخصيص بعد معاملتي معاكم وبعد تجربتي رائعة في اخذ الكورس اه الناس بتجرب حاجات ما بيبقاش عندها ثقة بزبط في المونتج اللي قدامها من كتر ما عندهم وحشة قوي مع المجهولة المصدر طيب وليه لي بقى يعني الحاجات التانية ادوية ابطلها من هنا يا دكتور هبة ارجع تاني في الوزن ازيد في الوزن ليه وليه ما بزيتش مع الكورس ده حلو الادوية اللي انا بزيت فيها في الوزن بعد اما بطلها برجع للدبل او التريبل كمان عشان هي بتشتغل على المخ زي ما قلنا فهي مش سايبة طبيعة الجسم هي اللي شغالة المعدة مش شغالة الحركة مش شغالة معدل الحرق مش شغال هي قفلة كل ده ايه فبالتالي اول ما شيل القفلة ده كل حاجة هترجع تشتغل باقصى ما عندها صحيح زي ان انا ما بدخل الجسم في مجاعة فبالتالي اي حاجة انا باكلها بتتخزن كدهون خلاص انت مدخل الجسم في مجاعة انا ما باكلش اي حاجة طول النهار ايه الفرق ما بين الحتة دي ما بين عندنا ان انا سايبة طبيعة الجسم هي اللي شغالة طبيعة الجسم انا بس بلعب على زيادة معدل الحرق بلعب على سد الشهية بلعب على ان انا اصغر حجم المعدة أو بمعنى صح أكممها أخليني أكل كمية صغيرة لكن باكل كل حاجة باكل النفسي فيه ما بحرمش الجسم من حاجة ما دخلش الجسم في المجاعة وطبعا كابسولات البنيل اللي معنا اللي مسؤولة عن ثبات الوزن اللي بتخليني أعدي بكل المواسم وما تخنش وحافظ على اللي أنا وصلت له طيب فيه ناس ما بتقدرش اتمارس رياضة ومش كل حد بيقدر يخس في الحياة العادية يعني لو مش بياخدوا الكورس أو كده يقولك ايه تحركي علشان تفقدي وزن فيه ناس ما تقدرش على الحركة دي سواء لمرض سواء لسمنة زيدة قوي ما بتمكنهمش من كده طيب أنا ممكن كأني تحركت مع الكورس؟ بالضبط الكورس أصلا أنا عاملال مين؟ أنا عاملال الناس اللي قاعدة في البيت ست البيت اللي ما عندهاش الوقت إنها تنزل وتخرج وتعمل رياضة أو تروح النادي هي دوب بتنظف وتأكل والنذاكر وخلاص كده اليوم خلاص خلص أو كبار السن الناس اللي عندها سمنة مفرطة قوي ما بتقدرش تتحرك الناس اللي عندها مشاكل في المفاصل ما هي ما بتقدرش تتحرك أنا عاملالكورس للناس اللي قاعدة على الكنبة هتفضل ما هي قاعدة على الكنبة بس كده طيب وفريدي بقى إن الحرق عندهم ضعيف يعني إحنا بنسمع على خمول الغدة الدرقية الهاشيموتو زي ما قلتلنا في بداية اللقاء النهاردة دول عندهم مشكلة إن هو جسمهم ما فيهوش قبلية للحرق عشان عندهم حاجة في الغدة فتب هم هيعملوا إيه؟ إيه ياخدوا الكورس ساعتها بقى الكروميوم والأناسليوم والجراسينيا والشاي الأغضر والقهوة الخضرة كل الحاجات دي بتزود معدل حرق الجسم حتى لو أنا معدل حرق فيه مشكلة فأنا بدي عامل من بره هو ليزود معدل حرق الجسم عشان أعرف أحرق أوكي الأمراض المزمنة اللي دايما بتبقى مصاحبة سواء للسن الكبير أو حتى اللعي وبسبب السمنة بقى عندهم ضغط عالي بقى عندهم مرض السكر من نوع الثاني زيادة في الكوليسترول وهكذا هل ممكن الأدوية اللي بياخدوها مع الطبيب تتعارض مع الكورس ده وخصوصا أنهما بياخدوا عدد كبير من الأدوية يوميا بصي حاليا الحمد لله إحنا بقى فيه ده كترة كتير قوي عرفة الكورس بتاعنا فعلا ده جدا فبالتالي هو بقى عارف يقول له مثلا أنت هتسأليني عن كورس التخصيص آه الأناسليم لأ عادي ما فيش مشكلة خودي آه ما يتعرضش مع حالة فالدكتور أصلا من قبل ما أنا أقوله هو بقى عنده خلفية عن الكورس بتاعنا فبالتالي لما حد بيجيله يقول له أنا بياخد ده وتخصيص اسمه الكورس الأناسليم لأ تمام ما فيش فيه أي مشكلة إنه خلاص بدأ يجيله كذا حد يقول له أنا بياخد ده مع ده ومش عاملك أي مشكلة لأ خلاص أو السؤال اللي بيتوجه له ها يا دكتور هل يتعارض ده مع ده ولا لأ أنا بقى بجاوبه بعيدا عن الدكتور زتانين مع احترامي ليهم أولا الكورس لا يتعارض مع أي حاجة لأنه هو مصرح من وزارة استحا هو عبارة عن أعشاب وقالياف طبعية فهو مفهوش سلسلة كيموية ممكن تتعارض مع الأدوية بتاعة أي مرض من الأمراض المزمنة جميل حنتكلم بقى في نقطة بس كده يعني ممكن تكون حساسة لأطفال كتار الأطفال دلوقتي بنشوفهم في المدارس وبيبقى عندهم سمنة أحيانا وأوزان زايدة أحيان أخرى والأم يعني فيه نوعين من الأمهات يا دكتور هبا أم مبسوطة إن ابنها مليان وتقولك لا ده صحته حلوة دي بنتي وشها كده مورد وأم تانية لا بتبقى عارفة إن دي بداية لحاجة مش لطيفة إن هو حيبقى طفل عنده سمنة شاب عنده سمنة رجل أو امرأة فيما بعد عندهم سمنة يعملوا إيه؟ وهل الكورس ممكن يبقى آمن على الأطفال؟ إن مش كل الأمها تقدر تمنع أولادها من الأكل وأنا ضد إن أي أم بتتفرج علينا دلوقتي تمنع أطفالها من الأكل أنا ضد الحرمان تماما ما ينفعش أقول لطفل لا مش هتاكل ده أو لا هقلله عدد الوجبة في اللانش بوكس وجوعه أنا مش هينفع عمل ده الكورس آمن من سن 10 و 11 سنة ما فيش فيه أي مشكلة خالص لأن إحنا زي ما قلنا هو عشاب وقالياف طبيعية بلاس إن هو مصرح كمان من وزارة استحاة فبالتالي أنا هدي الكابسولة قبل ما ننزل المدرسة عادي ما فيش أي مشكلة ودايما بطلب منهم أنا هسيب اللانش بوكس زي ما هو زي ما متعود على كمية الأكل بتاعته أنا هسيبها مش هنقص منها حاجة بس ممكن أكتر فيبرز ممكن أكتر الخضار الفكهة الحاجات دي كلها لكن مش هينفع أحرم طفل من الأكل فبالتالي طبعا الكورس آمن على أطفال ما فيش فيه أي مشكلة طب ما شاء الله وهو تصريح وزارة الصحة وإيه رأيك ننهي لقاءنا النهاردة بالأوفرز مرة تانية والكورسات والهداية يلا فينا طبعا طرق التواصل عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة أو عن طريق صفحاتنا One Diet وDiet Live وإحنا معينا ثلاث عروض أول عرض عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كابسولات الأناسيليم ومعهم كريم شد البشرة وفايتامين ديه دية وتاني عرض معينا عرض الشهرين عليه خصم 50% مكون من كابسولات الأناسيليم والماجيك بوكس ومعهم كريم شد الترهولات وفايتامين ديه دية وثالث عرض معنا ده عرض الثلاث شهور عليه خاص من 70% وكون من الثلاث كابسولات بتاعتنا الأناسليم والماجيك بوكس والفينيل وعليه عرض العناية بالبشرة سكراب لتأشير البشرة وصابونة البابايا والكركم لتفتيح البشرة وطبعا ما ننساش إنه برضو الشحن مجاني ومتابعة مجانية وفريق طبي متخص آخر حاجة عايزين نقولها إزاي الفريق الطبي التعاون مع البيشنس أو مع مرضى السمنة ممكن مثلا يعملوا لهم أنظمة يعني أنظمة دايت لو هم عايزين لو عكينا دكتور هبة ساعة ممكن ننسى الكابسولة ممكن نعوك يعني هل الفريق الطبي بيقدر يحل مشاكل زي دي؟ الأرقام اللي قدامنا كلها وصفحاتنا وان دايت ودايت لايف ده اللي بيتم عليها المتابعة المجانية من الداكاترة بتوعنا عشان نبقى معاهم واحدة واحدة إلا عك وإلا خرج مع أصحابه وإلا نسل الكابسولة زي ما قايت انكلمتنا وقالت لك أنا فصلت أسبوع كامل أنا ما عنديش أي مشكلة تماما لأنها مش سلسلة كيموائية ده سؤال تم ممكن قطعك بقى هنا لما أي علاج بتخديه وتقطعيه الدكتور يقولك إيه لا إبدأي كورس من الأول حلو ليه بقى؟ هل ده ينطبق على الكورس بتاعنا النهار دا لأنا سليم؟ كأني كأني شربي شاي أخضر كل يوم لو أنت بطلت الشاي الأخضر يومين هل هيأثر حاجة في جسمك؟ لا عادي أعشاب وألياف طبعية وقتا ما أشربها هتعمل لي الفايدة بتاعتها برضو عشان أنا أعشاب وألياف طبعية ما فيهاش سلسلة كيموائية لازم تتاخد باستمرار مش أنت باياتك يعني بالزبط كده مش أنت باياتك أو أي حاجة تانية أي دوة؟ بالزبط أي دوة دوة ضغط بيقولك ما يفعش توقفيه فجأة صح فالكورس بتاعنا لا طبعا حتى لو قتنا أسبوع أسبوعين احنا بنرجع نكمله عادي جدا دي مش دعوة للعك دي دعوة للالتزام واستشارة الفريق الطبي طول الوقت طبعا بشكر مع حضراتكو دي فتنة لديمان بتنورنا دكتور هيبة حسام أخصائية التغذية العلاجية بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور وأكيد بشكر حضراتكو أنكم تابعتونا بإذن الله يا رب بكرة حلقة جديدة ويوم جديد إن شاء الله يا رب أشوفكم على خير باي ترجمة نانسي قنقر